الوقت ناخد التابلت المثل بيقول له اعلمني الهيافة يا ابا ابني يعني عيل عايز اتعلم من ابو الهيافة فقال له اعلمني الهيافة يا ابا قال له تعافي الفرغة وتصدر المثل بيقول كده فالحقيقة في مصر منبع الهيافة النظام السيساوي منبع الهيافة انت عايز في التعليم عندنا في مشكلة والتعليم عندنا ازمة فيه واحنا خرجنا من جور التعليم الاستاذ جمال خشيقي كاتب تويتا انا ظنت انه بيكلم عن مصر فيها في بنت كانت دخلت مستشفى في السعودية طفلة او حاجة كده او طفل بيعمل له عملية فماتت فالاستاذ جمال خشيقي قاريت له التويتا دي النهاردة كاتب قال اظن ان الدكتور اللي اجرى الجراحة دي جاي من دولة هي رقم مية خمسة واربعين على العالم في التعليم حا كده فانا حسيت والله ما اعرفش هو طبعا الراجل جايز ما اقصدش كده بس انا حسيت انه عايزول الدكتور ده مصري هتلوها كده في تويتر تويتر بتاعه جمال خشيقي كاتب كده بالزبط اظن ان من اجرى هذه الجراحة جاء من دولة اه هي ١٦٥٪ على العالم انا حسيت باحساسي كده انه بقصد مصر فاحنا بقى عندنا مشكلة في التعليم صح نحلها ازاي بقى المشكلة عندنا مشكلة في المناهج عندنا مشكلة في الفصول المكدسة عندنا اشكلة في المدرس نفسه عندنا مشكلة في كل حاجة خلاص هنحلها ازاي بقى كده لجنة التابلت التعليمي يتواصل اجتماعها بالانتاج الحربي لبحث توفيره للطلاب يا راجل والله العظيم والله اتصدق اكسم بالله على رأي العيال وهتضم ثلاث شركات والأعصار قعد بقى مع طرق شوق وزير التعليم والدكتور عمر طلعت وزير وزير الصلاة وموسينا عن الهيئة وهيئة التسليح ده احنان حرب يا جماعة معركة التابلت طلعت قال ان الدولة حريصة على تنفيذ استراتيجية التوطين صناعة التابلت وده هيبدأ بقيام ثلاث جهات جاهة هتبقى وينج شمال جاهة هونج يمين وجاهة هتلعب في الوسط صناع العاب الثلاثة دول اللي هfredانتاج الحاربي بقى اللي هождения شركة بانها اللي بقعوها والهيئة العربية التصنيع وزارة الانتاج الحارب هتلعب دول صناع العاب الهيئة العربية التصنيع هتلعب وينج شمال والقوات المسلحة هتلعب وانجي مين ودول كل دول هيعملونا التابلت فاحنا هنخش مع بعض داخلة رجل واحد على التابلت طب هو التعليم هيتصلح طب انا اقولك حاجة انتو الصين دلوقتي بيعملو تحت البيوت في الصين تحت السلالم بيعملو تابلت والله العظيم ما تغلبش نفسك على فاكرة عادي جدا طب ممكن تستورد من الصين كمية تابلت قد كده هل بقى لو التابلت تتوفر للطالب العيل يبقى قاعد مسلا في كفر ابو جزمة مسك التابلت خلاص التعليم بقى تمام طب المدرسة مثل شراح مسلا لما تخش بتدي عربي وفرنساوي عشان مدرس الفرنساوي مات مسلا يعني هل لما يتوفر لها التابلت هتبقى الدنيا ازا الفول يعني هل التابلت هيحل مشاكل التعليم في مصر بجد والله التابلت هيوسع الفصل التابلت هيضمن تاختة او ديسك لكل طالب التابلت هيضمن ان الطالب ميمشيلش على دهره شنطة ما يشلهاش جندي في حرب اكتوبر 25 كيلو التابلت هيضمن ان الطالب قاعد في الفصل فعلا مش قاعد في سجن التابلت هيخيلنا زي فنلندا في التعليم او هيخيلنا زي قطر في التعليم على فكرة قطر من الدول المتقدمة في العالم في التعليم هل الطلبة في قطر كل واحد جبت التابلت معاك يا ولد افتح بقى التابلت كده والحاجات دي هو ده هو ده اللي يحل مشكلة التعليم في مصر ترجمة نانسي قنقر